طيب احمد انا عايز اشان ادخل في مستندات على طول انا عايزك تطلع لي ازاي هما طلعوا لك اسم تاني وبعتوك عشان اه يعني المهمة في مهمة اساسية اللي هي المتعلقة بيه وطلعوا لك اه اوراق متعلقة بالسياحة وبالامن اه نشوفها اه قلنا الاول البداية وبعدك انا نشوف مستنداتها حضرتك اول اول اه الطلب مني ان انا ان انا سفر شرم الشيخ ام تمام فهتوجهت الشرم الشيخ بالفعل علشان قال لي هتواجه هتقابل واحد هناك اسمه حمدان حمدان قابلته عند مستشفى شرم الشيخ الدولي ام بقول لي انت احمد قلت رؤى قال لي طيب فيه ناس كلموني وقالوا انت ما معك شورة عشان تنزل تشتغل في دل تشارم زي ما قالوا لك قلت له بالفعل انا ممعيش ولا انا ممعيش على البطاقة الشخصية قال لي البطاقة دي اركنها على جنب خلص بطاقتك الشخصية اه خد انت البطاقة دي وخد الفيش وخد كعب العمل وخد خطاب من كلية ان انت في شريع وقانون تمام ام فخدت كل الاوراق طيب نشوف الاوراق كده على الشاشة ادولك البطاقة باسم مين ابراهيم اشرف ابراهيم اشرف عبدالله متولي العسوية وادولك كمان اه عندي هنا بتاع السياحة فيش السياحة فيش اللي عمل بالسياحة فيش اللي عمل بالسياحة عندنا موجود في المستن pulات اه خارج من من العباسية يعني مش خارج من مكان بقيد خارج من العباسية خارج من لا دا 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 الفيش دا فيش صادر من العباسية لا دا مش بتاع السياحة دا بتاع السياحة دا انت عبرهم اشرفه وانه لا توجد احكام جنائية وهم اللي بيطلعو لك دا هم اللي مطلعان لده فعل انا وهل المستعداد صحيحة ولا مزورة اللي انت ما تعرفش المؤمن هو ممكن يكونوا امين صاحبهم او ممكن يكون اوراق مزورة بحيث ان اكيد يعني قرية سياحية زي دي بتفتش على الاوراق اللي بتيجي اهامن دولة في شرم في كده كاب العمل دا بقى اللي انا استغربته لانه مختوم من وزارة التربية والتعليم مختوم من وزارة التربية والتعليم ومختوم من الازهر الشريف لانه هتابع الازهر الختمين موجودينها عند حضرتك وظاهرينها على الشاشة تربية والتعليم ولا ازهر ان انت طالب وختم شعارك جمهورية في كلية الشريع والقانون بالزبط ختم شعارك جمهورية يعني مش يعني بيعملك اوراق كاملة اوراق كاملة بحيث ان انا كنت شخص تاني وبقيت شخص تاني بالزبط اسمك ابراهيم في كلية مع نديش احكام جنائية مع صروف بطاطي عادي عاش حياتي باسم ابراهيم عادي حتى لو انا قاتل لو انا قاتل ودخلت على كمينة بقى سليم سليم معيش حاجة معي فيشي معي انا عايز يعني حتى ينتبه المسؤولون الى هذا الكلام طيب بعد كده رحت دلتا شرم رحت دلتا شرم اشتغلت فرد امن اشتغلت فرد امن هم طلبوا مني لو انت طلبوا انك تتعين في ايه قولهم فرد امن بحيث ان فرد امن في دلتا شرم بيبقى مش قاعد بيلف في القرية تمام؟ بيلف في القرية دلتا شرم الامن بيزيب بيلف في القرية بيمشي في القرية كلها ام وريح جاي في القرية فبتعمل لها نوع من اله ده ده بالزبط يعني ده مداخل ومخارج دلتا شرم بالزبط احنا شايفينا على الشاشة انت اللي عند انت اللي عملتها المداخل ومخارج دي ولا هي موجودة في الفندق هي موجودة في الفندق بس دي ما بتستلمش لأي حد ده انا جبتها من الفندق بالصدفة كده اه تمام؟ اللي هم عايزين عشان هم ده اساسا كنوا عايزين الورقة دي مش عايزين اي معلومات تانية لان عندهم اللي هيخش دي مداخل ومخارج دلتا شرم اه والاماكن المباني السياحية واماكن مساكن الزباط وكل حاجة موجودة فيها هم طبعا مستهدفين مساكن الزباط وايضا انها مكان سياحي هيقعوا مستهدفين مساكن الزباط لان المشكلة كمان ان مساكن الزباط جنبها مباني الاجانب في دلتا شرم مساكن الزباط وجنبها مساكن الاجانب يعني مستهدفين الاثنين درب السياحة وفي نفس الوقت هدفهم الرئيس اللي هو درب مساكن الزباط في أثناء وجوده طيب أعدت قد إيه بتشغل في دلتا شارم؟ أعدت حوالي متاع خمس سيام أو ستي يعني وكانت الخطوة اللي جاء إنت بتجتمع معهم فين؟ والله بالنسبة للاجتماعات دي ممكن في أي مكان زي ما بقوله حضرتك يعني مش مش في مكان معين أصلا مش هروح مكان في بيت واحد ولو قاعت أقوله يعني بقابله في الحتة دي كلها أماكن يعني في حديقة عامة أماكن عامة أماكن عامة بنقعد عادي وما فيش أي حاجة ولو في شاي بنشوف شاي ونتكلمه عادي وما فيش أي حاجة واللي عايز فلوس بطلوب اللي عايز حاجة بطلوبه هاتي طيب هنا إنت ديتهم هذي الورقة؟ لا ما خدوهاش؟ المفروض إن أنا كنت سلمها لهم بكرة الصبح كانوا ياخدوها بكرة الصبح؟ بس أنا بصراحة ما أردنيش إزيت الناس اللي كانت ممكن تتسي يعني إنت رحت بالفعل بشرم الشيخ واشتغلت وإنت بتقول لي حتى إنت يعني هنا إزاي إزاي ده فات على أمن الفندق يعني؟ والله أمن الفندق يعني ما أتوقعش إن في حاجة تحصل زي دي تمام؟ عمر ما هنتوقع إن أنا طلع فيش وطلع أورياء إن شخص تاني وفي نفس الوقت الصورة، الصورة في البطاقة حضرتك مش وطحة صورة البطاقة مش وطحة، صورة الفيش مش موضحانها فلو سألوني حاولهم صورة بطاقة ضيعة، بالفعل هو ذا السؤال اللي استألته هناك حاب بتاعتك قلت له المتاعة تضيعة، بس ما يا صورة ودي الأوراة، بتقول لي حتى أنت كلمت بتاع الأمن بعد كده وقلت له أنا اتصلت بمدير أمن قرية دلتشار الأستاذ شهبان، وبلغت بكل حاجة وحتى قال لي أجيب لك تذكرة على حسابي وتيجي وتيجي وتحكي لي إيه اللي حصل وإنت أديت له معلومات أو لا، وهوصلك تاني على حسابي قلت له لأ أنا مجيش أنا أنا بلغتك عشان خاطر الناس اللي هتتيجي أنا خفت من الأزية بصراحة، خفت هتأذى آه بس هو الأستاذ شعبان دل أنت كنت بتتعامل معاه هو مدير الأمن وإنت فرض أمن فبتتعامل معاه هو ده معاملات الأساسية معاه آه يعني هم شايفينك دلوقتي وعارفينك جيدا يعني أكيد آه طيب هنا آآ يبقى كانوا يستهدفون آآ دلتا شرب بتقول في إيه بقى يعني في الاجتماع الأخير عرفت إن في تخطيط لمترو الأنفاة بس خط الجيزة خط الجيزة؟ خط الجيزة بس تحديد اليوم والساعة ده ما بمعرفوش لإما في اليوم نفسه لإما لو في حاجة هتتنفس فعلاً بيعرفوا لهم قبلها بساعة أو بنص ساعة بحيث إن ما تلحقش تبلغ حالت آآ يعني إيه؟ استهداف محطة مترو الجيزة أنت قلتلي إزاي؟ هو هيبقى إزاي؟ هو حضرتكم معادين عالكراسة اللي هي في المترو دي تمام؟ فهو هيسيب شنطته صنطة صغيرة وعمل إنه بتكلم في التليفون هيبقى المترو واقف باب مفتوه أول ما المترو يجي يتحرك بيقفل الباب هو هيركب المترو ويسيب الشنطة حيكون لسه دقتين أو ثلاثة حيكون المترو طلع قدام عدى المحطة وتنفاجر هو تنفاجر الكمبيت هو ده اللي عرفت والمخطط انتعهم يعني ده المخطط طيب قلتلي كمان محطة كهرباء طلخة محطة كهرباء طلخة بالفعل هم ما كانوا نويين لها بس ما تنفذتش وبالفعل هي محطوطة تحت عينيهم يعني لان هم قالوا قدام ان هي أكبر محطة كهرباء في مصر ما عارفش كلامهم فعلي ولا لا بس ده اللي عرفته يعني طيب احمد عشان كمان نشوف الاشخاص اللي موجودين انت قلتلي انه هتلينا كده الشخص اللي كان بيقلع التشارة بتاعه عشان يخبي به وشه في احداث عين شمس انت قلتلي ده اسمه ايه؟ ده اسمه محمد بوضع الكافترية نادي الاهلي محمد بيقعد في كافترية نادي الالف سيدة زينب اللي هو اللي احنا شايفينه ايه اللي قالها التشارة ده اللي قالها التشارة طبعا بيخفي بحاول انه يخفي واجهه اه اه باستخدام التشارة متاعه بحاول ان يخفي واجهه عشان ما يظهرش في اي تصوير اه في اي حكا وده اه المجموعة دي يعني في مسيرة في مسيرة في يوم كزا اه بيكلموك بيكلموني انه هنتجمع اعمل حسابك خلاص ماشي اه اعمل حسابي ساعة ما بروه هتقابل بدوني فلوس ان انا مشي بيها ان لو احصل ظروف اعرف ان اركب تاكسي يعني متاع بدوني مسلا 500 جنيه معايا لما الموضوع يخلص 1000 جنيه كده 500 جنيه 1000 جنيه اه انت بتقول لي يعني لو 1000 جنيه في اليوم بتاخد اه ايوة بمعايا دي هم مصرحين باي فلوس المهم ان يكون ماشي معهم فمعنى ان هم مصرحين باي فلوس يعني التموني الخارجي من الاخر شغال لان ده عمره ما تكون واحد مصري ويدفع للفلوس اللي بتتدفع وفي نفس الوقت عمره يكون واحد مصري ويشوف دم اخوه على الارض ويسكت انا واحد من الناس مش اتنعهم وما اتكلمتش لما شوفت الدم منس على الارض حقا يعني انت احداث عين شمس دي لمجرد انك شوفت الدم وشوفت وقت الاثنين بالفعل انا اول مرة اشوف دم اشوف دم واكون وايف فيه انا فعلا شوفت دم في احداث الرمصيس احداث اسم الاسبكية بس كنت عسكري واسمها تغسع التلفزيون على جميع اهل رمصيس التوجه الاسم الاسبكية للاستعانة مع الامن او لمساعدة الامن فروحت كعسكري عادي روحت حابا ان انا استطلع اشوف ايه اللي ايه اللي يخلي التلفزيون يستغيث او كده فلقيت ضربه ولقيت حاجات غريبة كده حسيت ان انا احنا في حرب مش في مصر فلما لقيت الضرب الزاد عليها دخلت معهم من المسجد لقيتهم دخلين المسجد بالجزم معادي ايه يعني انت دخلت معهم مسجد الفتح ايوه ففيه منظر بقى اللي قرهني فيهم اكتر الجزس اللي هي نايمة ميتة بيفتشوها فبقولهم انتو بتعملوا كده ليه؟ انا عشان لو معا فلوس او معا موبايل نبيع ونجيب عليك نبيع ونجيب عليك؟ اوه يعني ايه معا فلوس او معا موبايل نبيع ونجيب عليك؟